طيب سيد العبودي اليوم منذ أن تم اكتشاف المقابرة الجماعية إلى هذا اليوم هل أخذت هذه الجريمة صداها في المجتمع الدولي دولياً؟ كيف كان تعامل المجتمع الدولي مع هذه الجرائم؟ للأسف أقول أن هناك غبن كبير في ظل الظروف التي عاشها العراقيون في زمن النضاب البائد ولم يكن هناك مراعاة لهذه الجرائم الكبرى التي حدثت بحق العراقيين في ظل الأنفال في ظل الانتفاضة الشعبانية في ظل الظروف القاهرة التي عاشها المواطن العراقي وتغييبه في السجون وكذلك تعذيبه بشتى أنواع التعذيب إضافة إلى هذه المقابر التي يندى لها جبين الإنسانية كان هناك تعاون أممي للأسف مع هذه الطغمة الحاكمة وتغييب صوت العراقيين وكذلك حقوقهم وهذا التهاون مع هذا الملف الكبير اليوم يجب أن نبرز هذا الملف بشكل كامل أمام الرأي العالمي لتكون هناك قصص وتكون هناك حكايات خلف هذه المقابر الجماعية بالتأكيد هناك عوائل عاشة الأمرين وذاقة الأمرين في ظل الظروف السابقة اليوم لا يجب أن يكون هناك تغييب لهذه القصص اشتركوا في القناة